اشتركوا في القناة وكل الكاركترز الكارتونز وما بعرف إذا اليوم نعرف إذا قادر كمان يتحول ولا يصير مشاهير لبنان ومشاهير العالم العربي مين بيكون إليس كاندر اللي اللي رح نتعرف عليه أكتر وعلى موهبته الفريدي والمميزة إنما بداية خلينا نتابعها التقرير بحوالي أسبوع حقق هيدا الفيديو اللي انتشر ع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ميات ألاف المشاهدات من بعد ما قدر شخص واحد يجمع بدقاية قليلة مشاهير من هوليوود وشخصيات كارتونية طبعت بذكرتنا من خلال قدراته الصوتية هو إليس كاندر الشاب اللبناني اللي اكتشف موهبته بحفظ الأصوات وتقليدها بعمر الأربع سنين فطور ونميها لحد محفظ 200 صوت وصار قادر بدقيق معدودة على اللعب بطبقات صوته وتغييره أدي مارفي آه كمان من أفتر شيف كول مان ماشي كمان أوباما أوباما أفتر شيف كول مان جربه دعني أكتشف وما رح تكون ندمان صوت إليس كاندر وموهبته الاستثنائية صاروا جواز عبوره نحو فرص مميزة فشو المفاجآت اللي محضرة بالعرب المشبرح وشو المشاريع الجديد اللي رح يكشف عنها إليس كاندر رحبك ونحن مبسوطين أن الليلة ستخطب معك مبسوط بالرابورتاج بعقد الرابورتاج أول شيء من فات على الفيسبوك لعندي ومنبش كثير أكيد الزميلة فيفيان عقيق ما في غيره إذا في شيء استقصاء فيفيان على البيج وصفحة الشخصية أيها الوقت إليس اليوم نحن يحكوا بموهبتك يعني بعرف أنه في كثير أشخاص بقلدوا أصوات أو بقلدوا شخصيات إنما من دون أكسسوار ومن دون ما تكون عم تعمل أي حركات بجسمك بس بصوتك قادر تتحول بثانية لحتى تصبح شخصية تانية وبتشوف صورة تانية وشخصية تانية وتغرب ترجع عن جد في 200 صوت براسك وتقريبا قافية على حدود 200 صوت يعني هو بيضل أنت بتصير تلقط الصوت شوية شوية مع الوقت بس تنعجب بكاركتور معين وهناك بعض طبقات مختلفة وشخصية حساب اليوم شفت شخصية جديدة وكانت ملفتة للعالم وانت قررت تصيبها ماذا تعمل تركز علي تركز علي أحضر لكام شغلة بشوف هالكاركتور كيف بأسفل مختلفة ويأخذ وقته ويجرب لحالة تخبّش محال يجرب لحالة إذا بدأوا يلقطوا مظبوط أوكي منيح بعمل تركز علي حسنًا فقط بالرابورتاج أوباما كنت مبدأ هنا وكانت أول بعض أحساب لأن أوباما لم يكن لديه ضابط حسنًا يثبط أكتر حسنًا من الأخيرة لك أنا أظهر فيك أوه كأنه فالصوت أنا حسنًا أنت قادر إذا ركزت على صوت أنه تقلدنا أنا معروف أني بحكي من منخارة ليس صادق صفاعي لا أريد أن أضطر أن أتمرن أكثر على صوتك تبقى أن أتمرن هلأ؟ هلأ هنا؟ على سبيل؟ لا 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 إلا أن أرجع لك فيديو لأن تقلدك لا يوجد مشكلة أنا كثير لا أكون زعلان أبداً إلي عندما كان عمرك أربع سنين اكتشفت هذه الموهبة صحيح لكن أخبر المشاهدين كيف اكتشفت هذه الموهبة ومن أقلدت أول أحدا؟ أول شخص في قلده في حياتي كانت مرة خطيارة جارتي هذه المرة صار لها خمسة وستين سنة بالدخن على فرت سحبة فأدمرت عشت من صوته وارتعبد وطريت قلده تخيل يعني ولد عمره ثمان سنين راح لعنده أنا تبعتني أمي قاعدة لحالة المرة أنه بيبيتها تبعتني أمي لأبعت له صحنة ملوخية وصل أنا لعنده ولد صغير ثمان سنين خبرنا إياها أنت عم تقلدها خبرنا الخبرين هلأ؟ قاعدت لك صحنة ملوخية معي تخيل ما اللي صوت عليك يا مان ليلو يا بيبي يا برني دع وتمدي إيدي تصير تدقورني وين في لحم وين في كذا سملة ملازلز سملة يعني شو بدأت تصير هايك أنا مضعت قليلها تحكي شواء أخيال الله ولو إياني بس طيب هلأ أول صوت تقلت هي شكتك عند ولدتك إنك قلتها لا لا حرام هي ما في أطيب من قلب المرة يعني بس صوتا يونيك لدرجة ما فيك لا تكمشوا براسك طيب لما رحت على البيت وقلت الصوت قدام أهلك قالوا لها هي عارفوها يعني كنت ولد كنت عم أعمل هيدا الصوت هو ذاته هون حمسوك أنه تطور موهبتك ولا ما أخذوها كموهب بأنه قادر تسيب حد أخذوها كهوبي بالأول أنا لأنه كنت بعمل عديد قصص بنفس الوقت بشتغل ست سبع أشياء هيدا أكتر شغلة بستلس فيها بحبك أزهر لا أنا أقول أنت وصغير أنا وصغير أنا وصغير كنت عامل بتأمودلاء عامل كلاي نمو لي كثير هالموهبة عامل منحوتات بالباتأمودلاء من عمر الثلاث سنين أربعة سنين لأعملت أول معرض عمر الثلاث عشر سنة فكان فيه فوكس على هالموهبة أكتر أنا الصوت طورته بس رتحرك هالشخصيات وصير بدأ أعطيهم صوت أعطيهم كاركتير أعطيهم شيء يونيك إخلقهم صوت لقلهم لي كمان ما بيعرف أنت بتحط صوتك على إعلانات نعم وعملت فترة كمان لقنات الجديد أنك تحط صوتك على إعلانات برامج التلفزيون صحيح يعني هلأ إذا بدك تعمل إعلان لا بالعربة المشبرح مثلا كيف بيتحول صوتك هو صوتك لحتى بالعربة المشبرح مع طارق سويد إنه جدًا إنه صوت في العربية مع طارق سويد طبع عملنا الدعاية بكذا طريقة شو بدنا نعمل لك دعاية قبل ما نروح على الشخصيات التي نشاهدين نطرينها إذا أوباما بديوا يعمل مثلا دعاية بالعربة المشبرح خلي أوباما يقول اسمي أوباما يقول اسمك؟ لا أهمني كثيرًا بس إذا بدك تخلي أمريكي دعني أن تكون أكلم هذا الرجل تاريك سويد هو جيد أمريكا أمريكا يجب أن تخطط لقصة تخطط علي طارق هل يمكن أن نرى الشخصيات التي سيضبنا وليس سيزعلنا اليوم إليه؟ لاحظة إذا كان هناك شيء هل يمكن أن نرى الشاشة؟ أهه باباي حبيب قلبي أهه ألوف ألوف أحبني سبينات بعد بعد شوية ما الذي يقولك؟ أريد أن يقول معي أنا يقول له أنه قاله العرب أحبه كثير خليه يقول شيء أهه 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 غوفي حطه غوفي يلا غوفي خليه يقول لي يأه يأه أحبك أيضا تاريك يأه غورش أحبكي أن تتعلق لتتعلق الصورة أه أحبكي أن تتعلق خلاص ألب تشعر بالعب تشعر بالعب تشعر بالعب تاريك تشعر بالعب تعافي ذاك تعافي ذاك تصور عنا رح يكون بحوكي بيك بحوكي بريك ماي بس بحوكي حتشلا عد السرياء الوحيدة بد عامله لو بحوكي بالعرب بديو طلب بريك ماي لأنه يضل بحوكي بحوكي أني أفل ما أقول كل ببببه شاقي و سكوبي آه حسنا انظر على هذا مجمو OK yeah and funny too the cup is mine not directs yes throughout history man has marvelled at the vast complexity of this man's clothing أنه يبدو جيدًا ومعاديًا ومعاديًا جميعاً في الوقت حسناً انظره الآن هل تريد أن تذهب معي؟ علينا أن نذهب علينا أن تفعله الآن اتركي الهواء، اتركي كل شيء اتركي الهواء الآن هناك شخصية طرعا وأحبه كثيرا عبد المجيد مشذوب حبيبي يا حبي نحن بنعمل الأمور لألكم أنا بحبه من رهيب الزلمة أنا أقوم بحديث هو هو تلكخصية العربية هل تستمتعون؟ حسناً نحن نتعلم هل نتعلم؟ هل ستعلم؟ هل ستعلم؟ بحسناً ليس شخصي عددًا كما تتعلم مع أسلان علينا أن تتعلم مع مزارفة لإعظه بالمعادي لا شيء يؤدي هذا ماريو باسيل هذا ماريو باسيل ماريو باسيل ماريو باسيل مازبوط لك شوية شوية لديك شوية ماريو باسيل واحدة هو وشوية رأيك واحدة باسي جان هذا أوباما حبيب القلب بادك بادنا أوباما أعتقد أن ما تفعله هو جميل سأخبرني ميشيل لإعطاءك شكرا شكرا يا رجل يا رجل يا رجل هيا لا أريد أن أفعل هذا هيا هذا هو أدي ميرفي هيا أنا أحبه هؤلاء هؤلاء أدي ميرفي إذا لم يسامع خمسة ألاف مرة سيكون كذب إذا تصور عندما في الفيديو مقابلتك إذا في أول مرة سيأتي 200 ألف عندما ينتشر سيأتي إلى هوليوود إذا كنت في بلد غير لبنان أوصل؟ لا، أصل قليلا للأخر أصبح يحكونا أخيرا لكن إذا أصل إلى هوليوود رهيزة لكن هناك مقابلات سيأتيك هناك مقابلات ويأتي مقابلات لأشياء أنا أحب أقصد من وراء الفيديو من وراء الفيديو مقابلات صارت من وراء هذا الفيديو فجأة يعني ضرب أول أول دقيقة ضرب 200 ألف من المحل وصار فيه ناس تعملوا أبلوات بغير محلات بس يعملوا أبلوات بيبينوا فيه وضعوا بالجريدة تستاهل أن الكل يدوى على موهبتك فعلاً تستاهل أن تطلع لبرة أكتر وتطلع مصاري أكتر ها هي ها هي ها هي ها هي بالعربي المشبرح بالعربي المشبرح بالعربي المشبرح البلد موهبتك ها هي ها هي ها هي هذه القصة أنا أحبها كثير هذه وشغلك أريد أن أخذ لك ولكن أحب أحب هذا أستعمل صوت فيه فإذا لم تكن في لبنان ستكون لبرة لبنان وإذا لم تكن لبرة لبنان ستجربة لبنان سأفعل شيء إن شاء الله ستكون في لبنان وبعدنا ستصل لبرة لبنان والذي أيضاً ستعلمني بطريقة كيف أغير صوت وكيف يصبح هذه الإمكانية لديك صوت يريد أن تتعلم وتتوتر نعم نعم نحن نرى أي شخص أريد أن نعلمك ما أريدك أسهل ستلون لا ستلون لا ستلون أريدك إنه إعجاب أرنلد أريدك من البنكرياس من البنكرياس ستلون من المحل نعم من المحل نعم أنت نقش إريدك أريد أن تعلمني اللهجات اللهجات لكن الأكسنة فقط دعنا يتكلمون عربية أو لا يتصبط نجرب بسلاً. مثلاً، تبين أكثر بس يحكوا انجليزية. بالأخص يعني. ومنهم يحكوا بلغاتهم. لدينا اليابانية، وعنا الصينية، وعنا الروسية، وعنا الإلمانية. صحيح. عندك الهندس. أنا أفكر أن تغرب الإنديون لأنه تهين تعلمك. إلهي. الإنديون. هؤلاء الجماعة، على كدرة الحر والتحركة. يصبحون جمالًا، وعنا الصينية، ومع ذلك جيدًا. الأن الغابة يفضل. وعندك هذه المسلمة. تقل بالحكة. يبدو مجردًا ما يفعلون. الصينية. الصينية على كترة العجقة. تحسوا الظلمي لأنني موتر. كان لديه أحد ينكي مثل من الجوانب. أوه، صينك التااتو. صينك التااتو، صينك التااتو، صينك التااتو، صينك التااتو، صينك التااتو، ونقولهم دايماً ما هي الفرق مع الاجبارج الروسي تشعيل كما ت sewer at revCo والحسد تشعر كأنه معلق شيئ حسكي بزنعين والسمك تشعر كأنه معلق شيئ حسكي بزنعين تشعر إذا أبعه بصريح كبريطاني كذلك نعم، إنه جميل جدا ما تفعله، إنه جميل الأفريقي الأفريقي هناك أفريقي هناك أفريقي هناك أحد يمكن أن تتحدث بهذا وفي منهم يكونوا تحت الكوكونات تشعر كوكونات بصوته وفي ناميبيا مثلا، في هذه المنطقة يسمى اللبناني اللبناني كل شيء يوجد لغات في العالم يخلطها في نفس الجملة يحطي له دو درينكس يتحدث كل شيء لا، يبقى أن يضعوا شيء في نفس الجملة نعم، الأنجليزي والفرنسي والعربي والأرماني والكل نعم، أنا بدأت شكراك شكراك وبدأ لك الله قويك وإن شاء الله تظلك مكمل بها الموهبة وتوصل أكتر وأكتر لرجحات أكتر وأكتر لألك تستاهد لأن فعلاً موهبتك مميزة وفريدة شكراك شكرا لألك على هذا البرنامج الكثير مهضوم واللزيز وخارج خارج ينبسط بهذه الموهبة حبيبي نحن أعطوا الحضرين وهذا الستوديو لألك أقول لك كلا ديوف هذا الستوديو أقول لك أنا أودعكم المشاهدين بلتقى فيكم الأسبوع المقبل حلقة جديدة تسمحوا على ألف خير هلا إلى الستوديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر